هنا جبال الأطلس الشامخة وعلى أحد مرتفعاتها تقع جماعة القباب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد عمالة خنيفرة تستثمر هنا في القطاع الصحية قاعة ولادة وأخرى للأمومة ضمن مركز صحي متعدد يعزز الخدمات الصحية الخاصة بالأم والطفل بالمجال القروية لهدف الأسماء من هذا المنظوم الجماعياتي ومن المشاريع الممولة في إطلاع المبادرة فهو يرمي إلى تخفيض نسبة الوفيات خصوصا في فئة الأمهات والأطفال الحديثي الولادة وتشجيع هنا على مراقبة الحمل دي لهم في وسط مراقب وتحت إشراف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تقوم بتخصيص واحد المنحة السنوية اللي تجتم عملية دي لتسير في ظروف جيدة مبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم خنفرة تساهم في المجال الصحي عبر بناء وجهيز مركبات صحية اجتماعية مثل المركب للأقباب استقبال المستفيدات محطة أولى بدار الولادة فضاء جهز بعناية فائقة بتعاون بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية أما محطة ما بعد الولادة فيستقر فيها مقام الأم ومولودها في هذا الفضاء البهي لمدة 48 ساعة على الأقل وشهر في الفترات المناخية الصعبة من السنة دا الأمومة هي الدورة نحن كوسطاء كان نوجه لها الناس لعيالات اللي هم مقربي ولدو كيجيوا ولدو يستفدوا من الإيواء هنا والإطعام فاد فاد در الأمومة نحن كقبلة كنخدموا في هذا المستشفى القاروي هذا كنستقبلوا النساء الحواميل دي المجال القاروي وحتى الحضارة دي القباب كي ولدو عندنا هنا كنستقبلهم كنتبعوا معهم الحمل دي لهم كي ولدو عندنا في أحسن الظروف ولله الحمد يعني والنساء ولو كيجيوا للمستشفى يعني باش يولدوا لمركز الصحي بالقباب يعني عندهم ديك الفكرة دي الخطورة الولاداء في المنزل يعني وحاولنا أننا نقنعهم بالجديد بهذا البرنامج الصحي الجديد اللي يجي وتمكن يقليم خنيفرة من إرساء دعائم منظومة الصحة الجماعاتية تم من خلالها تعيون تسعين واسيط جماعاتي على صعيد ثلاث دوائر داخل الإقليم وتعطي فرصا أكبر للفتيات القرويات وللشباب للمساهمة في صناعة النجاح كما تساهم في صناعة نمط متميز من التفكير في القرية يرى في المرأة عمادا للتنمية البشرية ترجمة نانسي قنقر